تفاؤل بحصول توافق بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيل صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري وذلك في اجتماع جناف الذي ترعاه الأمم المتحدة ويبحث في الترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات مباحثات تعقد عليها المستشارة الدولية ستيفاني ويليامز آماناً كبيرة على الاعتبار أنها نافذة الأمل المتبقية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التسريبات والتصريحات السياسيين الليبيين تؤكد الأجواء الإيجابية التي تخيم على مجريات المحادثات التي يتوقع أن تختتم في وقت لاحق بأعلان وصفه رئيس المركز الإعلامي للبرلمان الليبي حميد الصافي بأنه لا مثيل له الصافي كشف أن الاجتماع سيكلل باتفاق على الوثيقة الدستورية والمناصب السيادية بدوره أكد النائب عبدالهادي الصغير أن الفرقاء اتفقوا على شروط الترشح للرئاسة وتجاوز إشكالية استقالة المرشح قبل الانتخابات مشيراً إلى أن المشر وصالح تمكن أغضاً من تذليل المواد الخلافية في المسار الدستوري والتدابير الانتقالية وتحسباً لأي مفاجآت غير صارة في جناب أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نولن أنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل أزمة حكومتين دبيبا وبشاغ أعتقد أن الرغبة في الصراع منخفضة الناس يدركون أن هناك خطراً حقيقياً من أن الاشتباكات وحتى الصغيرة منها يمكن أن تتصاعد ولكن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر وهذا كله يشير إلى الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي والتحرك نحو الانتخابات وإيجاد طريقة لضم الجماعات المسلحة إلى جيش وطني وشرطة وطنية وإلى حياة مدنية تضمن الوظائف والتعليم السفير الأمريكي توقع أيضاً أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من المفاوضات لا سيما فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط التي تمكن أي حكومة منتخبة مستقبلاً من تولي السلطة ترجمة نانسي قنقر